كشف البنك المركزي الروسي عن ورقة نقدية جديدة في أتمئة روبل مع استعداد البلاد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل وقال أركادي تراشوك المدير العام لغوزناك وهي هيئة سك العملة الروسية إن الورقة النقدية هي الأولى من نوعها من عدة جوانب لكونها أول عملة روسية تصنع بالكامل من ركاز الكوليمر وكذلك أول عملة تطبع عليها صورة شخصية تاريخية لم تحكم البلاد وطبع على الورقة النقدية صورة طفل يحمل كرة قدم وينظر إلى حارس مرمى للتحاد السوفيتي السابق ليفياشين الذي يعد رمزا لنجاح كرة القدم في روسيا ويعرض الجانب الآخر من الورقة كرة قدم تتداخل مع خريطة روسيا عليها أسماء المدن الإحدى عشرة المضيفة لمباريات كأس العالم وسيصدر البنك المركزي 20 مليون من هذه الورقة النقدية للتداول بنهاية يونيو حزيران في ذروة البطولة اشتركوا في القناة السيدان